اشتركوا في القناة 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 ويزيادة كمان ويزيد الرز يفضل كمان ماشي حلو هنحط بقى في البرامة ايه خمس حمامات حلو الكلام وخمسة كده في قش العدو ومعليش بقى الحمام صغير لانه بلدي هو صغير علشان بس حلو يا ولاد والله يطعمه حاله انا عن نفس انا بحب اكل الفرنساوي مش بحب اكل البنادي فيه حمام اسمه الفرنساوي اللي هو بيبقى الحمامية اللي هو نحو ابيض ماشي دي بتتاكل برضك الزاجل ما ورداش اكله الزاجل ده اللي هو المسافات فيه ناس بتاكله وفيه ناس هنا ما بتخليش ولا اخضر ولا يابط بس لان انا بقول كده ليه ان انا عندي زاجل وعندي فرنساوي الفرنساوي انا حب اكله زيه زي البلادي كده بس فاحنا دلوقتي بنرس الرز بعد ما رشينا الملح والفلفل على وش كده الحمام زي ما انتو شايفين كده اهو ومش وما فيهاش حاجة لو الحمام مش متغطي بالرز لانه الرز هيزيد انا عندي الرز قديم معانا شوية مية هنزودهم لبن علشان مش هنحط لبن صافي لبن صافي هيخليلك الرز تقيل لان ده لبن جاموسي وبوشه وبخيره زي ما انتو شايفين كده فهيخليلك الرز معاك تقيل يعني هتاكل شوية معلقتين الرز هتحس ان بضنك اتملأ لا احنا نزود اللبن شوية مية وهنحط شوية الملح وشوية الفلفل الاسود وهنحط بقى اللبن بالبهارات بتاعته ديت على البرامة الرز ونحط بقى في الفرن نرمي بقى في الفرن وتبقي لو انت هتسوي في الفرن بتاع البتجاز هتبقي مولع الفرن من بدري عشان يبقى سخن عشان البرامة الرز ما تاخدش وقت لكن لو في الفرن نغاز هيبقى في ساعتها هتولع الفرن هيولع على طول في ساعتها وهيسخم في ساعتها خلي بالك من الحاجات دي لان انت لو حطيتي الرز في الفرن بتاع البتجاز وولعتيه كده في ساعتها هيغيب الرز معاك فممكن الرز يا اما يطلع ناية يا اما يطلع معاك ان هو كده كده حيبوص. فلازم تولع الفرن بتاع البوتجاز من قبلها بشوية. من قبلها بربع ساعة على الاقل. بصوا بقى احنا هنزود بقى العبار بتاع البرامة ديت. الرز هيبقى 3 اربع البرامة. الربع هيبقى فاضي. احنا بقى هنزود اللبن لحد ما هتغطي البرامة كلها. ماشي. خد بالك علشان خاطر. الرز المعمر بيبقاله. عبار كده معين ما بيبقاش زي الرز اللي بيبقى مسلوق على النار او او اي رز بيبقى على النار من فوق غير الرز اللي متسوس في الفرن. شايفين البرامة هي? ودلوقتي احنا معانا بسلة كده هنفصصها بسرعة والمرابة تاخد وقتها كده في الفرن. عشان هنعمل شوية بسلة كده بالبطاطس. شوية آآ طبيق كده. حاجة بسيطة. حاجة مش هتاخد وقت معانا. آآ هيبقى طبقة كده خضار آآ جنب الرز والحمام. وآآ ورحم الله برقين عارف قدرة نفسه بقى ولا عملت بطسلطة ولا عملت اي حاجة. كده حلم. كده فضل ونعمة من عندي ربنا. ليه بقى? ان من ساعة ما جيت من بحري ولا عمالة شغل فحت وردم في الشقة وما فيش فايدة والله العزيز. لكن الشقة بقى انا ميت سنة سايبنها. مش هو تقريبا كان خمسة وعشرين يوم ولا حاجة. بس بقى رجعت لقيت الدنيا كلها مقلوبة. بصوا بقى دي البطاطس والبسلة ومعانا البصل. آآ عاوز اضرب البصل في الطماطم عشان ما يبانشي. ما فيش مشكلة. عاوزة تسيبيه كده زي ما انت عاوزة كده برضو براحتك. بس انا هعمل آآ الاكل نايف نايف. لو انت عاوزة تسبكي الاكل طبعا انت هتحمري له البصل ايا. خد بالك برضو من الحتة دي. لكن انا هعمل كله نايف نايف كده على النار. بشوية الملح بشوية الفلفل بشوية البهارات. السبع بهارات. بمعلاقة السمنة وهنسيب البسلة بالبطاطس لحقد ما تستهي وتاخد السوا بتاعها. حلو الكلام كلام جميل. صلى على النبي بقى على السلام والسلام. واكتبونا في التعليقات. وعملوا مشاركة للفيديو يا جماعة. عشان يوصل لا اكبر عدد من الناس اي حد تعرفوا. كلمة مشاركة اللي تحت الفيديو اعملوا منها مشاركة لأي حد انتو تعرفوه. عشان الناس كلها تشوفوا الفيديو. وقولوا لنا في التعليقات الجوة عندكم عامل ازاي احنا عندنا الجوة حر. وتعبنين من الحر. اهو كده الملح والفلفل والسبع بهارات. ومعلاقة السمنة هتتحط دلوقتي. واوريكم بقت الطبيق بعد ما يستوي. عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده. الرزة هنبص عليه وهنطلعه من الفرن. علشان نسقيه بالسمنة. شايفين كده انا بوريكم الرزة اهوة. مية مية ولا فراخ الجامعية. اهوة. الرز مستوي وحلو وجميل. هنحط له بقى السمنة ونغطيه. ونحطه في الفرن تاني. هياخد برضو وقته. لحد ما هتحس ان فيه ان ريحة الرز خلاص كده استوت مية في المية. اللي بتدس في الفرن هتعرف كلامي ومعنى كلامي ايه? لان بيباله ريحة حلوة كده جميلة. اول ما بيستوي خلاص بتطلع. يعني بص اللي ما تعرفش بقى هتاخد عشر دقايق كده ربع ساعة على نار هادية. في الفرن بعد ما ما تسقبل بالسمنة. ويا جماله بقى لو زبدة بلدي. ويا جماله لو سمنة فلاح. ماشي ماشي. يلا هنغطي البرامة ونرجع نحطه في الفرن تاني. عشر عشر دقايق ونطلعها ونغرف ونأكل بالهنة والشفة. رب الفيديو يعجبكم وتدوسوا لايك عليه وتعملوا مشاركة للفيديو عشان ينصل لاكبر عدد من الناس. واللي بيشوفنا على الفيس يعمل متابعة ولايك ومشاركة برضو للفيديو. وحطينا البرامة وبعد ما حطيناها في الفرن طلعناها. مية مية كده يا ولاد شايفين الجمال والحلاوة. ومش شمين الريحة بقى. انا اللي شم الريحة. شايفين كده الرز عامل ازاي والحباب حبيتها. هنغرف بقى كده عشان خاطر نحضر صفرتنا الحلوة. دلوقتي بقى انا غرفت الرز والحتة اللي هي بتاعة الحمام ديت انا مش عارفة ازاي ما بنتش بالفيديو بس خلاص انا بسجل الصوت فمش هرجع تاني انازل المشهد ده في الفيديو عشان كده حلو كده حلو قوي 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 يعني. اه دلوقتي انا هوريكم برضو الحمام. الرز شايفين حلو ازاي وبيلمع ازاي وانا بحب بحط له سمنة كتيرة. الرز المتسوس بالزاد بحط له سمنة بيبقى حلو كده وجميل كده وبيلمع وحاجة كده طعم ولا في الخيال. شايفين كده الحمام جميل ازاي شكله. والطعم كان حلو والله العزيم برضو. وقادي الخضار بتاعنا. وبكده الفيديو بتاعنا اه الحلو الجميل المتواضع خلص. ده دي اخر لقطة بقى في الفيديو. وبوريكم البطاطس هيئة والبسلة. اه طبعا الحمام زي ما انتم شايفين كده. ولونه حلو وجميل. والحانة والشافة بقى لو. عجبكم الطريقة اه اكتبولي في التعليقات ان هي عجبتكم. واللي يعمل الطريقة ديت يا جماعة يقول لنا النتيجة معها اه طلعت ازاي. وان شاء الله ان شاء الله بازن الله تدسوا لايك على الفيديو. اعملوا مشاركة على الفيديو يا جدعاء. اكتبونا في التعليقات. اي حد بتفرج عليا. اكتب لي بتفرج عليا من فين? من اي بلد? ويارب الفيديو بتاعنا يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.